يعني واحد يقرأ الذين الذين هذا حرام ما يجوز ولهجة بلدك ما يجوز تقرأ بها القرآن يقول هل يجوز أن أقرأ الفاتحة بلهجة بلدي مثل الذين أقرأها الذين هل يجوز هذا حرام حرام ما يجوز ما في أحد ما يقدر ينطقها الذي يقول ما يقدر ينطقها كذاب كذاب هذا ما هو مهتم بالقرآن ولو كان إمام ما يجوز البطلان ذكرناها بالتفصيل قبل أقل لكن القرآن ما يجوز قراءته بالعامية بعض الأخوة يقول كيف إحنا مثل لهجة بلدنا أسألك أشهر قراء العالم منهم عبد الباصط عبد الصمت المنشاوي الطبلاوي وش لهجتهم المصرية الذين لين قرأوا القرآن يقرون الذين طيب عرفوا يقرون شنون أنت ما تعرف بس أنت هم اهتموا وأنت غير مهتم هم يبالون وأنت لا تبالي هم يعظمون وأنت لا تعظم القرآن وأنا جربت هذا مع طلابي المصريين أنا عندي طلاب مصريون يقرعون هكذا وقلت تراكم راسبين في القرآن أنا أرسب في القرآن فقرأوا القرآن الصحيحة ومنهم طالب لازلت أذكره كان الأول في الدفعة في ثالث ثنوي الله يذكره بالخير اسمه وليد أبو سمره منصري لازلت أذكره لأنه كان أفضل طالب عندي في الفصل بل في ثالث ثنوي في ثنوية الشفاء قلت له يا وليد يا أبا سمره ترسب في القرآن أو على الأقل أنقصك درجات وهو يبغي يجيب خمسة وثلاثين من خمسة وثلاثين تقرأ القرآن صح ولا والله أنقصك وأقسم بالله العظيم إنه صار يقرأ القرآن بالقراءة الصحيحة ما فيها وعندي طالب سعودي يقرأ القرآن كأردأ قراءة تقرأ وقلت له في الاختبار الأول قلت شوف يا ابني أنت راسب راسب لا يمكن تنجح لو نجحت في جميع الأبنوات وهو في ثالث ثنوي قلت أنا أعطيك النتيجة منها الآن تراك راسب راح يدرس القرآن راح أئمة المساجد يعلمونك ما يحسب أن يمزح يعني فجاء وقت الاختبار اختبرته قلت ترك راسب راح لكن أنا ترى لك والغيرك الدرجات ما أسلمها الآن آخر يوم أسلمها تعالي في أي وقت أعيدك الاختبار في ناس جو أعادوا الاختبار ونجحتهم بعد ما أتقنوا هذا الأخ تهاون فرسبت نجح في كل المواد جاءني مدير المدرسة الظاهر وجاءني عدة مدرسة يا عبد الرحمن ونجح قلت والله ما ينجحت فتنجحنا تنجحوه وما أنا نجح أهضن كتاب الله عشانه هذا لعب هذا أنا قائلا من أول سنة وأعاد دور ثاني في القرآن ذكر حين الدور الثاني عقب شهرين أذكرها ما أدري الآن استغيرت أوضاع كثيرة عن التدريس فوق ثلاثين سنة فجاءني والله يا أخوان يقرأ القرآن كأحسن قارئ ونجحته بجدارة قلت كيف ما شاء الله شويت شهرين مدرس خصوصي للقرآن يا ظالم نفسك تجيب مدرس إنجليزي لغة الكفار اللي ما تسوى عند الله جناح بعوضة وتجيب مدرس خصوصي للرياضيات وللكيميا وللفيزيو وهي ما تسوى عند الله جناح بعوضة وكتاب الله لا تبالي به وهذا السبب المدرسين للأسف الذين ضيعوا الطلاب ومدراء المدارس اللي ضيعوا الطلاب ينجحونهم ينجحونهم في القرآن فذاك يجي في الجامعة وما يعرف يقرأ قرآن خل يرسله ويدرس القرآن كما يدرس باقي المواد